اشتركوا في القناة مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية سقطت مع الإجراءات التي اتخذها الفريق أول عبدالفتاح البرهان مشددا على أن قوى الحرية والتغيير ستواصل الاعتصامات والعصيان المدني والمظاهرات التمهيد للانقلاب أصلا كان يتم بتفتيت قوى الثورة وقادة الانقلاب نفسهم هم عملوا ويسعبوا عشان ما يتم توقيع الإعلان السياسي والكلام ذا يعني معلوم حتى هما يروا اتصالات بعدد كبير من قيادات الحرية والتغيير عشان ما يموقعوا الإعلان السياسي في 8 سبتمبر لأنهم بيرغبوا في استمرار تفتتة الحركة السياسية وتفتتة قوى حرية والتغيير ومحاولاتي طبعا برضو حاولوا انعملوها بأنه يخلقوا حرية وتغيير تانية يعني يقولوا انه في حرية وتغيير تانية ودي كل محاولات أحبط شعبنا بعزلوا للمحاولات دي وسخرجتوا منها زي ما تم في محاولة تعبقات الصداقة وغير بعد الانقلاب والآن موقف قوى الحرية والتغيير غاية في الهبوح قوى الحرية والتغيير موقفة إنها هي مع خلق أوسع جبهة شعبية لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية تتولى عملية قيادة الانتقال خلال مرحلة الانتقالية حتى يتصل لانتخابات حرة ونزيحة يختار بشام السوداني وليحكم هزيمة الانقلاب ده بيشمل موقف القوى الحرية والتغيير من الاتفاق 21 نوفمبر لكن هزيمة الكلية رهينة تماما بوحدة القوى المناهضة للانقلاب وهسا الآن آخر كريم بالعبوة والانقلابين هو الاستثمار في تمزيق الشارع وفي المباعدة ما بين القوى المناهضة للانقلاب سواء كان عبر عملائهم الموجودين في استخدام الأجهزة الأمنية الموجودة في الحركة السياسية عموما أو كان باستخدام الوسائة بطالة التواصل الاجتماعي أو الإعلام لإشاعة جوء يعطل عملية استكمال الوحدة لكن قوى الحرية والتغيير عازمة على إنها تنظيف المسألة حتى آخرة انضم الاتحاد الأوروبي ودول غربية إلى الأمم المتحدة في دعوة السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم اقتصاب قوات الأمن لمتظاهرات بالعاصمة الخرطوم وأدانا الاتحاد الأوروبي في بيان المشترك لعدد من بعثاته استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لبعاد النساء عن المظاهرات وإسكاة أصواتهم وتابع البيان نحظ السلطات على إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم يجب أن يمنح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأة عن العنف كان العشرات من السودانيات قد تظهرنا أمام المفاوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم اليوم احتجاجا على ما تردد حول تعرض فتيات للتحرش والعنف الجسدي في مظاهرات الأحد الماضي ورفعت نحو خمسين متظاهرة مذكرة للمفاوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالسودان تطالب بإجراء تحقيق مستقل حول الدعاوى المتعلقة بتورط عدد من أفراد قوات الأمن في حالات تحرش وعنف جسدي ضد الفتيات في المظاهرات الأخيرة ودعت المذكرة الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمتظاهرين كما طالبت الأجهزة العسكرية والأمنية بالتوقف فورا عن استخدام العنف الجنسي الممنهج والانتهاكات والقتل خارج القانون ضد المحتجين السلميين تنضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم سلمى النور عضو المجلس المركزي بحقوة الحرية والتغيير كما ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الكاتب الصحفي عثمان مرغني وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم اللواء بدر الدين حسن الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بكم معنا كما تنضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية أيضا عبر الانترنت من فرجينيا جانيت ماك ألغت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمختصة بشؤون السودان وهي ضابطة الاتصال بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة السودانية سابقا أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيدة سلمى النور كيف تنظرون إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي وانضمامه إلى دول غربية وإلى الأمم المتحدة في إجراء تحقيق مستقل في مزاعم اغتصاب جرت من قبل قوات الأمن لمتظاهرات سودانيات في مظاهرات الأحد الماضي أهلا بقناة الجزيرة مباشرة وأهلا بمشاهديها وأهلا بك في البدء أحب أن أؤكد أنها ليست مزاعم للاختصاب فالتقرير الذي صدر من وحدة العنف ضد المرأة هذه وحدة حكومية صدر بحالات الاختصاب وصدر بحالاتها وحتى برفع الدعاوي على الأجهزة النظامية بالمختصبين برضو أحب أن أشير وأؤكد أن هذه الحالات الاختصاب حدثت أمام القصر الجمهوري في الخرطوم في مساء 19 ديسمبر المنصري المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إنما تقف جنبا إلى جنب مع المجتمع السوداني وانسيدات السودان ونساء السودان المطالبات بحقوقهم في التعبير عن مطالبهم الشرعية وتأمين مشاركة السيدات في الحراك السياسي وفي مناهضة انقلاب 25 أكتوبر فهذه دعاوي إن كانت تقف إلى جانب المجتمع السوداني ولكن شاهدنا اليوم في العاصمة الخرطوم خروج مظاهرات في ثلاثة مدن الخرطوم وبحري وأم درمان مطالبة بمناهضة العنف ضد المرأة ومطالبة بالتحقيق المستقل في هذه الجرائم وهذه الجرائم سيد الكريم ليست مزاعم فالتقرير الذي صدر صدر من وحدة حكومية وليس من ناشطين أو منظمات مجتمع مدني هذه وحدة حكومية أقرت بوقوع الحادثة وأقرت بتعرض السيدات في موكب 19 إلى العنف الجسدي وإلى الاغتصاب طيب سيادة اللواء سيدة سلمة تقول أنها ليست مزاعم بل هناك وقائع محددة تؤكد تعرض متظاهرات السودانيات للعنف الجسدي والاغتصاب كيف تعلقون على ذلك طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورسول الله العمين هي حقيقة مزاعم وحتى الآن لا توجد بلاغات لدى الشرطة يعني أصلا في القضايا المعروفة إن أصلا بيكون في بلاغات في الشرطة وبعد ذلك في إجراءات طبية أنا أفتكر أنه في ورن يكتزع دي الحياة المتعارفة عليها غانونيا في السودان وبعد ذلك أنه تقدم القضية إلى المحاكمة السودانية حتى تثبت أنه هالجريمة دي يعني وقعت من الأنطقاء بما أنه كلام دي كله ما تم ده 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 نفتكر هو عمل سياسي بحث حتى أنه البيان الطالح هو بيان سياسي وليس بيان بتاع الجريمة وأنه الهدف الأساسي واضح أنه استدافة وغوات الشرطة والغوات المسلحة واستدافة الاثنين حتى أنه يضربهم وذي طبعا بشكلوا جزء من حلقة الأمن الغوم السوداني أنا أفتكر أنه شغل سياسي بحث ما عنده علاقة على الإطلاق بأي عمل وطبعا العقل لا يقبل أصلا في خدم المظاهرات الضخمة كانت طلعت قدام الغصر الجمهوري أصلا ما ممكن الصلاة يتم اختصاب وذي طبعا أصلا معروفة بعيدة كل البعدة عن أخلاق المجتمع السوداني لكن هي منظمات الهدف الأساسي منظمات داخلية وتجد الدعم من الاتحاد الأوروبي ومن غيرها أنه هدفها السياسي ليس الخطاب داخلي هو خطاب خارجي للمنظمات للاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حتى يدينه الغوات المسلحة وغوات الشرطة أنا أفتكر أصلا وقاعد هذه لم تحدث على الإطلاق وهي معروفة حتى الجهات الجايمة وفي الشغل هذه هي جزء من الحملة قبل كده كانت غايمة في الحرب بين الجنوب والشمال سابقا البارونو كوكس كانت تتحدث عن الرق وأثبت أنه غير صحيح تتحدثوا عن التطهير العرقي في دارفور غير صحيح نفس الأشخاص نفس التنظيمات التي تقوم بالشغل هذه نفسها الآن هي بتدعي بل أرجع على الخلف أنه 1878 البريطانية كانت تزعم بأن زيبير باشا كان يمارس الرق الآن المناطق التي يغينفها زيبير باشا تمثل 48% من سكانهم مسلمين دعني أنتقل إلى سيدة جانت لأنقل لها هذا الطرح الذي طرحته سيادة الواء ما حدث مجرد مزاعم لا توجد أدلة وهي محاولات من الأمم المتحدة ومن الدول الغربية وعلى رأسيها أمريكا للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان وهي تضرب صميم الأمن القومي السوداني ليس أكثر كيف تعلقين أود أن أقول أنه في تسعة أشهر مرت كان هناك كثير من الأدلة بأن المرأة في السودان تمر بظروف صعبة ومن المؤسف ما تتعرض له من الاغتصاب ودائما ما يتم قمع المرأة ويتم إسكات صوتها وهذا حتى لم يحدث فقط في السودان حتى في جيوش أخرى في الجيش الصيني أظن بأن هؤلاء النساء قد تعرضنا لهذا وهناك دلة طبية وتقارير طبية تثبت هذا إن هذا عنف مارس ضد المرأة وأنا آسفة جدا لأن أقول لأنه مهما كان حجم المظاهرات وعدد الناس الموجودة فيها أنا أصدق هؤلاء النساء ويجب علينا أن نصدق النساء فيما زعمناه هل تعتقدين أن السلطات السودانية ستستجيب لمطالب إجراء تحقيق مستقل حول هذه الوقائع أم لا؟ أو تعرف هناك الكثير من الناس النزهاء في السودان في الجيش عديد منهم في الجيش وفي جهات حكومية يودون أن يقومون بما هو في صالح شعبهم ولكن تفاحة فاسدة واحدة من شأنها أن تخفي الأمور أنا أؤمن وأصدق النساء والأمر يقف على كتف اللواء وغيرهم من المسؤولين لأن يقولوا بأنهم سوف يقومون ببذل جهود حقيقية للتحقيق في هذا ولكن هذا أمر يصعب القيام به حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر صعب ولكنني أصدق النساء سيد عثمان حالة الجدل حول وقوع هذه الأحداث والاعتداء على المتظاهرات السودانيات من عدمها كيف تعلق عليها؟ هل تعتقد أن السلطات السودانية الحالية يمكن أن تفتح تحقيقا مستقلا وشفافا للوصول إلى الحقيقة؟ نعم هذه قضية خطيرة للغاية يبدو أن حتى هذه اللحظة التعامل الرسمي معها فيه كثير جدا من التهوين وربما من محاولة التغافل حتى عن اتهامات مثل هذه القضايا لا ينتظر فيها الوصول لمرحة الإثبات مجرد وجود كما ذكر التقرير قبل قليل مجرد وجود مزاعم أو دعاوي يفتح بعد ذلك قلقا رسميا يجب أن تكون الحكومة هي التي تبادر لتحديد طبيعة الجرائم المدعا أو الطبيعة أنها حدثت أو لم تحدث التحقيق فيها بصورة كاملة واستقصاء كل المزاعم التي قيلت للوصول إلى الحقيقة لأن الحقيقة الآن هي ليست مجرد جريمة عادية جنائية كجرائم الأخرى هذه الجريمة فيها كثير جدا من الأبعاد أولا البعد الذي يتصب بالمرأة لأنه لأول مرة أن تكون هناك استخدام بهذا السلاح ضد النساء البعد الآخر هو أن تكون منظمة كما هناك اتعاة الآن وهي من جهات حكومية للأسف شليل نحن لا نتحدث عن منظمات كما ذكر قبل قليل ضيفكم نتحدث عن جهة حكومية هي التي ساقت هذه الاتعاة فحددت الجهة الحكومية قالت أنه هو استخدام ممنهج للعنف الجنسي أو للاتهاك الجنسي ضد المرأة في محاولة لإثناء المتظاهرات هذا اتهام خطير جدا يجب على الحكومة الحكومة يجب أن تدافع نفسها بأن تتحرّب وتتأكد هل فعلا كانت هناك استخدام لهذا السلاح هل كان هناك فعلا جهات نظامية كما ذكر الاتهام وراء هذه الأحداث هذه قضية يجب أن يكون هناك قلق رسمي من الحكومة لكن للأسف شديد تبدو كما لو كانت هي قضية عادية جدا وجرائم ربما تنكر قبل التحقيق فيها وهذا يضر ضررا بلغا بالسودان لأنني لاحظت أن البيانات الرسمية التي صدرت من منظمات دولية ومنظمات إقليمية تسير في اتجاه خطير بمتصاعد ربما يوصم إضعى السودان بعد ذلك تحت وصمة أن يكون واحد من الدول المنتهكة عتاة المنتهكين لحقوق الإنسان في القضايا التي تمس المرأة وهذه دائما خارج الحياة الابتماعية السودانية التي عرفت بأنها تقدس المرأة وأنها تنظر المرأة باحترام كبير هذا لأول مرة يحدث في السودان مثل هذه الادعاء في هذا المكان سيدة سلمة إذا تأكدت هذه المزاعم بحدوث اعتداء ممنهج وعنف جسدي وعنف جنسي ممنهج ضد المتظاهرات في السودان ما الهدف ما هي الرسالة قبل أن أقول لك ما هي الرسالة دعني أرد على ضيفك اللواء المتقاعد وفي ثلاثة نقاط لأثبت لك أنه يكذب ويتحرى الكذب القوة الشرطية قبل اليوم قالت أن لا يوجد شهداء سقطوا بعد انقلاب 25 أكتوبر وهذا كلام غير صحيح فنحن لدينا 47 شهيد وهما اعترفوا بشهيد واحد هذه أولا ثانيا لا يوجد في القانون الجنائي ما يعرف بأورنيك تزعة هناك أورنيك تمانية وهذا يدل على أنه من التوتر بمكان الذي يجعله لا يعرف الإجراءات التي تتبع ثالثا القوى السياسية ليست حديثة عهد بالنضال ضد الإنقلابيين وضد النظام البائد فلماذا هذه المرة نقول أن هناك تحرشات حدثت في مواكب 19 ديسمبر لماذا لم نقل ذلك الكلام قبل سقوط البشير لماذا لم نقل هذا الكلام خلال الحكم الانتقالي بأكمله وكان هناك العديد من المواكب والعديد من المناهضة للنظام البائد فلماذا الآن هذا أولا ثانيا ردا على سؤالك ما هو المغزى أو ما هو الهدف من هذا العنف الجسدي ضد السيدات هو منع ظهور السيدات لأن السيدات أثبتنا وجودهن في هذه الثورة السودانية وأثبتنا مشاركتهن في هذه الثورة فهذه محاولة لتخويف السيدات من المشاركة وهي رسالة أخرى لأولياء أمور البنات لأولياء أمور السيدات بأن لا يترك بناتهن عرضة للتحرش الجنسي بالمشاركة في المواكب ولكن نحن نخبرهم أننا لن نخاف ولن نرتعب ولن نترك مناهضة الإنقلاب بسبب هذه الأفعال وسنكشف هذه الأفعال وسنعريها للإعلام وللمجتمع الدولي وللشعب السوداني لنعلم هذا النظام يريد حماية من من هذا النظام الذي يقتصب سيداته في شوارع الخرطوم حصل هذا في دارفور وحصل هذا في مناطق النزاع في السودان والآن هذا الأمر ينتقل إلى داخل الخرطوم اللواء بدر الدين ما رأيك فيما طرحتها السيدة سلمة هي تقول أنه حدثت اعتداءات من قبل في مظاهرات سابق حتى في المظاهرات التي خرجت قبل سقوط نظام البشير ولم تخرج أي اتهامات باستخدام العنف الجاسدي أو الجنسي ضد النساء لكن هذه المرة حدثت وبالفعل هم بدأوا في الشكوى من حدوث ذلك لماذا لم تحدث شكوى من قبل طبعا أول حقيقة أقولها أنه يعني هي تحدثت وصفتني بالكذب وأنا مدير الرد على لكن أقول الحلقات أنها طبعا هذه واحدة من سياسات الحزب الشيوع السوداني يعني أنه يستعمل كل الأدوات أي مهما كانت مهما كانت النتائج يستعمل أي أدوات صديقة قبيحة حتى يعني يصف الشعب السوداني وبأقصد الشعب السوداني وبأقصد ألوات المسلحة لأنها تمسك كل قطاعات الشعب السوداني الشرطة والأمن والجيش أنا أفتكر أنه سلوك ما جميل سلوك ما أخلاقي في العمل السياسي أن الناس أفتكر أن السياسة لا ينسى لكن الحقيقة طرح السؤال مهم سيادة أنه قالت أنه كان في وقاء اعتداء على متظاهرين من قبل وسقوط قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية أنكرت الاعتداء عليهم وبعد ذلك اعترفت لماذا لا تكون هذه الوقاء قد حدثت بالفعل ومن الطبيعي أن تنكر السلطات وقاها ثم بعد ذلك تعترف كما حدث من قبل أي قتل أي قتل ما مسجل في البولي ما في الشرطة وفي القضاء العدلي وأنه لا يعتبر كثير جدا يتحدث عن قتل لكن ما صحيح يتحدث عن الرقام ما صحيح على الأطلاق أنا أفتكر أنه أي عملية بتاعت غتل أنه لابد تكون في مرجعية لها الشرطة مضابط الشرطة الاقتصاب إذا ما موجود هل ما بعترفين باكتش ذات الشرطة هل ما بعترفين باكتش ذات لكن هل من الممكن أن تدين الشرطة نفسها أو تدين رجالها سيادة اللواء حتى الآن لا يوجد بلاغ موجود شخص محدد حتى لو موجود ما خلاص سيقضع لأكيد الشرطة السودانية هي قادرة عينها تعمل تحريات كاملة وأن الموضوع هذا سيقضع لتحريات لكن حتى الآن هذا هو الدعاء لكن هدفه هدف سياسي مثل الادعاة الأخرى الغتل وغيرها أنا أفتكر أن الناس انتظروا ونرى نتائج التحقيقات التي تحصص فيها هل تم حقيقة اقتصاب هل هناك أدلة هل هناك أشخاص بيعينهم لم يذكر أسماء أشخاص لم يذكر أسقاء مقتصبين إنما هو الدعاء ويدعاء مغلف اقتصاب أفتكر هذه واحدة من مراحل المعارضة السياسية سيدة جانت هل تعتقد أن السلطات السودانية الحالية ستأخذ هذه المسألة بمأخذ الجد وتجري تحقيق مستقل وشفاف بالفعل أنا آمل بأنهم سيقومون بذلك وأن نقول بأن هذا لم يحدث في تاريخ السودان إلا أنه حدث في فترة البشير في دارفور وفي ذلك الوقت كان هناك من قال أيضا بأن هذا غير ممكن وأنه يتنافى مع القيم والثقافة السودانية ولكن بعد تسعة أشهر من هذا ولد الأطفال وأحد أصدقائي كانت تعتني بها الأطفال وأبناءهن والذين كانوا مدمرين والمزاعم التي جرت أو هذه القضايا سيكون هناك أدلة طبية ومثل هذه الحوادث تبقى في أذهان الناس وخاصة في بلد جميل مثل السودان ومعروفون عنهم في العالم بأنهم من أطياب الشعوب لكن مثل هذه الأمور قد تغير الأمور ولا طبعا تظن بأن ما جرى في شوارع السوداني هو أمر بسيط هذه الحالات الاقتصاب حدثت في السوداني في الحرب بين الشمال والجنوب وفي دارفور وهي تتكرر مجدداً إذن هذا عنف تجاه المرأة وهذا محاولة لإرهاب النساء لدفعهم لأن لا يكون جزءاً من هذه المظاهرات لأنه ربما أكثر شيء وأكثر سوى الرمزية لما جرى في ثورة السودان هي وقوف النساء في الشارع وينادين بأعلى أصواتهن من على متن السيارات فإذن إذا وهم يشكلنا نصف الشعب فإذا قمنا بإسكاتهن نحن لا نزعم بأن ما قاله اللواء بأنه غير صحيح لكنه يود أن يظن الأفضل بجنودهم وبرجال شرطتهم وهم من أفضل الشعوب وأنا طبعاً أثني على المتحدثة معكم في هذه المسائية على منصرتها للنساء وللمعركة المرأة وأنا أثني عليها وشجعها وأظن بأن الشعب السوداني الآن في وضع صعب وأثيوبيا في وضع صعب وكل القرن الأفريقي في مرحلة عدم استقرار والوجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية هي أن يكون هناك سلام ومصالحة ومثل ما جرى هو يتناقض مع السلم والاستقرار يجب علينا أن نقوم بالتحقيق للوصول إلى الحقيقة وأنا آمل بأن الجيش سيقوم بتحقيق وأن السلطات السودانية ستقوم بتحقيق وسجلات المستشفيات وأنا متأكدة بأن هناك على الأقل مرأتين أو حتى الثلاثة عشر سيكون موجودات وسوف يستخدمنا كدلة وأنا أصدقني أنا أصدق هؤلاء النساء الأي مدى سيد عثمان تشاركها الرأي أن السلطات السودانية ستفتح تحقيق بالفعل في هذه الوقائع أو المزاعم هذا مريب أن يحدث لكن القضية في تقدير الآن إذا حاولنا أن نكون صريحي جدا في مثل هذه القضايا القضية ليست في فتح التحقيق القضية في مصداقية التحقيق لأن هناك طابور طويل جدا من لجان التحقيق بدأ من لجنة التحقيق في فضل الاعتصام أمام القيادة العامة هناك كثير جدا من اللجان التي تذهب للتحقيق وتظل بعد ذلك يظل الشارع السوداني ينتظر النتائج هذه اللجان وحتى هذه اللحظة منذ أن بدأت الثورة وإلى الآن لم يشهد القضاء السوداني وصول أي التحقيقات إلى منصة القضاء يعني دائما هناك اللجان تبدأ أعمالها ثم بعد ذلك تختفي مثل هذه القضايا دائما تجعل الشعب يظن أن مصداقية لجان التحقيق نفسها في المحادي من الأفضل أنا في تقديري مثل هذه القضايا أن توضح في المسال العدلي مباشرة من أول يوم أن تفتح الإجراءات الجنائية بالأسماء بالوقايع بتحديد صفات من قاموا بهذه الجريمة وكل التفاصيل التي تتعلق بها وتبدأ بعد ذلك إجراءات مباشرة قضائية في مواجهة أسماء بعينها يعني ليس وضع الاتهامات في شكل عام يمكن أن يفلت منه المجرم من الضرورة بمكان بعد ذلك أن يكون دائما هناك محاسبة على المستوى الفردي حتى لو كانت جريمة منظمة وجماعية لكن لا بد أن يكشئ كل من يشارك فيها بصفته الشخصية الطبيعية لا بد أن يكون في تحت طائلة الاتهام وهذه قضية الآن حسب أولا مصدر الاتهام الأول الذي تحتث فيها هي جهة حكومية معروفة يعني هي تتبع للحكومة إذن هذه الجهة لم تنطق من فراء لا بد أن تسأل هذه الجهة ولا بد أن تدون بعد ذلك محاضر رسمية تسهب إلى النيابة تسهب إلى القضاء وإن ننتظر بعد ذلك كلمة القضاء بصورة مباشرة دون أن نتحدث عن لجان تحقيق وتقصي بصورة التي عهدناها في كثير من القضايا السابقة الكاتب الصحفي عثمان مرغني شكرا جزيلا لك من الخرطوم أيضا اللواء بدر الدين حسن الخبير العسكري والاستراتيجي ونشكر ضيفاتنا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم سلمى النور عضو المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير كما نشكر ضيفاتنا عبر الانترنت من فيرجينيا جانت ماك ألغوت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمغتصة بشؤون السودان شكرا جزيلا لكم جميعا المساء المستمر وبعد قليل الباقي فقراتنا وفيها الاتحاد التونسي للشغل يعلن رفضه الاستفتاء الإلكتروني والمرزوق ينضم لنواب تونسيين يعتزمون الإضراب رفضا لقرارات سعيد إضراب الجوع هذا يذكرني بإضرابات الجوع التي كنا نقوم بها ببالة ديكتاتورية وبالتالي أنا تعاطف معه كحقوقي وقد قررت أن أشارك فيه أيضا ولو بصفة رمزية اشتركوا في القناة